اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الله أكبر لا إله إلا الله قال تعالى في كتابه العزيز الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم عجلا حسنا ماكثين فيه أبدا والقائل أيضا وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومحيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبئ أهواءهم أما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما أتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون ويقول تعالى وقد بيَّننا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أن القرآن هو أحسن الهديث بقوله تعالى الله نزَّل أحسن الهديث كتابا متشابها مثالي تقشئر منه جلود الذين يقشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هو الحدى الله يهدي به من يشاء ومن يُدِل الله فما له من حاد فالقرآن كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بينكم وخبر ما بعدكم وهكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزن من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى بغيره عضا الله الله وهو الحد البتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تذيق به الأحواء ولا تلتثبث بإفسه العلق ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقذي عجائبه وهو الذي لم ينتهي الجن والإنس ولم ينتهي الجن إذ سمعته حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به من قال به صدق ومن أمل به أجر ومن هكم به عذل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم عنمر بن الخطاب رضي الله وأنه قال أما أن نبيكم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويدعو به آخرين وقال صلى الله عليه وسلم عن رواية عثمان بن أفان رضي الله عنه خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأطرجة طعمه طيب وريهها طيب والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمر طعمه حلو وطيب ولا ريه لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريهها طيب وطعمه مر ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الخنذلة وفي الحديث يأتي على الناس زمانٌ لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه قال تعالى وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إباد الله الكرام لا تكونوا من الذين أردوا عنه بعد بعدم تعلمه ولم يلتفتوا إليه تواعد الله عليه على هؤلاء بعشد الوعيد وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وقال عيدا ومن عرد عن ذكره فإن له معيشة دنكا ونخشروه يوم القيامة عاما إباد الله الكرام كونوا من الذين يقلونه حق تلاوته ويهتمون بدلاسته علما وعملا تكون من الصعداء الذين في الدنيا والآخرة وقال تعالى إن الذين يقلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رضغناهم سرًّا وعلانيًا ويرجون تجارةً لن تبور وعن نس إبن مالك رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفًا في القرآن من القرآن فله بها حسنة والحسنة بعثل أمثالها ولا أقول علف لا ميم حرف ولكن علف حرف ولام حرف وميم حرف وقال عيدا صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة الشفيعًا لأصحابه وصلى الله وسلم على نبينا محمدٍ وعليه طيبٍ وطاهر الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ القائل من صلى عليه مرةً واحدة صلى الله عليه بها عشرًا ومن صلى عليه عشر صلى الله عليه بها مئة ومن صلى عليه مئة صلى الله عليه بها ألفة ومن صلى عليه ألفة ذاهبة كتبه كتبه على باب الجنة اللهم صلى على سيدنا محمدٍ سلاةً تفته لنا بها باب الردى والتيسير وتغلغ بها عنا باب الشر والتعصير وتكون لنا بها ولياً ونسيراً أنت ولينا ونوم مولانا فنعم المولى ونعم النصير ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا أذاب النار اللهم اغفر لنا قبل البوت وارحمنا إلا الموت ولا تعذبنا بعد الموت برحمتك يا أرحم الراهم يا رب العالمين بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلقه والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق ولدي لأصرارك مستقيم وعلى آله قدري ومغدال العظيم حان ربك رب العزة أما يسفون وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين عرمان الرحيم الملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إذن الصلاة المستقيم الصلاة الذين ألعبت عليهم وغير من الضوء عليهم ولا الضال لو أنزلنا هذا القرآن بجبل لرأيته خاشعاً متسجعاً من خشية الله وتلك الأنفال نضربها للناس لأنهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو آلم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المحيب العزيز الجبار المتكبر سبحان الله يما يسميكم وهو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الرسنى يصبه له ما في السماوات والأرض هو العزيز الحكيم الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ذكره الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالم رهما نظهر ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصلاة المستقيم صلاة الذين أنمت عليهم والمغضب عليهم هو الطلاب إن ربك يعلم أنك تقوم أسلام سلسة الليل ونصف وسلسة وطائفة من الذين معك وطائفة من الذين معك والله يقتل الليل والنهار ألم أن لن تخصون فتاب عليكم فقره ما تيسر من القرآن ألم أن سيكون منكم مرضى وآخر يضربون فيها فيبتغون من فضل الله وآخر يقاتلون في سبيل فقره ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وعبوا الزكاة وأقربوا الله قرداً هسلاً وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوا إن الله هو خيراً وعظاً وعجلاً واستغفروا الله إن الله رفوره رهيم الله أكبر 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 السلام عليكم 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 السلام عليكم